بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم عن نظرية الإمامة الإلهية هل هي نظرية ثابتة شرعاً أم هي نظرية مثالية وهمية خيالية ولم يعرفها أهل البيت دقائق وسنكون معكم إن شاء الله نظرية الإمامة الإلهية القائمة على شرط الأسمة والنص والسلالة العلوية الحسينية هل هي نظرية حقيقية تابتة شرعاً ويعرفها أهل البيت أم هي نظرية وهمية مثالية خيالية سرية باطنية لم يعرفها أهل البيت وتنكروا لها ولا يمكن تطبيقها اليوم وقد تخلى عنها الشيعة في الوقت الحاضر تخلى عنها عملياً إذن حديثنا سيكون عن نظرية الإمامة الإلهية وهل هي نظرية ثابتة شرعاً وتاريخياً أم هي نظرية وهمية خيالية مثالية سرية باطنية لم يعرفها أهل البيت وقد تخلى عنها الشيعة هذه الأيام لأنها غير ممكنة التطبيق دقائق وسنكون معكم إن شاء الله حديثنا اليوم عن نظرية الإمامة الإلهية هل هي نظرية ثابتة تاريخياً وشرعية أم هي نظرية وهمية خيالية مثالية سرية باطنية لم يعرفها أهل البيت ولا يمكن تطبيقها هذه الأيام ولذلك تخلى عنها الشيعة بصورة عملية وقد جرى بيني وبين عدد من الأخوة حوار حول الموضوع سوف أنقلوه لكم بدكها إن شاء الله إذن نحن نحاول التحدث عن نظرية الإمامة الإلهية وهل هي نظرية واقعية تاريخية حقيقية أم هي نظرية مثالية وهمية خيالية سرية باطنية وصلت إلى الطريق المسدود وانقرضت في التاريخ ولا وجودة لها اليوم ولا يمكن تطبيقها أبداً دقائق وسأكون معكم إن شاء الله الأنترنت أدنى بطيء قليلاً ولذلك نعتذر عن البطء في البدء الأنترنت حتى في لندن بحقوقات أسوأ من العراق مع الأسف الشديد ربما توجد مشاكل في المنطقة أو في نظرية الإمامة الإلهية القائمة على الأصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية هل هي نظرية حقيقية كان يتبناها أئمة أهل البيت أم هي نظرية سرية مثالية وهمية خيالية باطنية لم يعرفها أهل البيت وظهرت في فترة من الزمن ثم انقرضت وبعدت ولذلك تخلى عنها شيعة عملياً هذه الأيام واستبدلوها بالنظام الديمقراطي وأن جهود المسلمين عموماً يجب أن تتركز حول تطوير الأنظمة الديمقراطية بدل ما العيش على أوهام النظريات التاريخية البائدة والقديمة أعتذر عن التأخير دقائق وأخرى وسأكون معكم إن شاء الله أحاول ربط بعض الصفحات ببعض والأنترنت ضعيف لذلك لا نستطيع توصيل هذه الصفحات مع بعض إذا كان لديكم أي ملاحظات أو تعليقات فأرجو أتفضل بها في صفحتنا هنا حتى نتابعها أيضاً إذا أمكن وأسعفنا الوقت نتابعها أي ملاحظات أو تعليقات فأرجو أتفضل بها نظرية الإمامة الإلهية القائمة على شرط الأصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية هل كانت هذه نظرية الشيعة الأوائل ونظرية الأئمة من أهل البيت أم أنها كانت نظرية بعيدة عن أهل البيت اختلقها المتكلمون والغلات ونسبوها لأهل البيت وهي نظرية مثالية وهمية خيالية لا حقيقة لها ولا يمكن تطبيقها ولم يمكن تطبيقها حتى في زمان الأئمة لأنها لم تكن بأمرهم أو بتبنيهم لها إن شاء الله نكون نجحنا عما قريب في وصل بعض الصفحات لبعضها البعض ونبدأ الحديث إن شاء الله وحديثنا باختصار وهو كان تعليق على بعض الأخوة أن نظرية الإمامة الإلهية المعروفة عند الشيعة الإمامية القائمة على شرط الأسمة في الإمام يعني في الرئيس والنص أن يكون عليه منصوص من الله أو من كل واحد من الإمام السابق لللاحق وأن الإمامة تنحصر في سلالة معينة فهي سلالة العلوية الحسينية تكون وراثية وبصورة عمودية إلى يوم القيامة هذه النظرية وصلت إلى طريق المسدود وانتهت تقريبا ثم قامت على أنقاضها النظرية الإثنى عشرية قالوا الإمامة إثنى عشر فقط وانتهوا والمام الثاني عشر غائب وسوف يظرف المستقبل وأصبح النظرية على الرف موجودة وليست نظرية عملية يمكن تطبيقها هذه النظرية هي وهمية لأن لم تقم على أسس ثابتة ومتماسكة وخيالية ومثالية أنه الناس لا يستطيعون أن ينتخبوا حاكما لهم حاكما جيدا ولذلك كما بعث الله أنبياء هو يبعث أئمة لكي يحكم الناس على مدى التاريخ إلى يوم القيامة أين هم هؤلاء الأئمة؟ لا يوجدون اليوم فهي نظرية مثالية حلوة يعني إذا واحد نظرها في نظرة أولى أن الله يبعث لنا أئمة كما بعث لنا أنبياء في أفضل من هذا؟ لا لا يوجد أفضل من هذا ولكن أين هذا الافتراض؟ أين هؤلاء الأئمة؟ المعينين من قبل الله لذلك أقول لم يعرفها أهل البيت لو واحد حقق ودقق ودرس الموضوع جيدا سوف يدرك أن أئمة أهل البيت كانوا يتبرؤون منها ولم يعرفوها ولم يتبنوها وتوجد طبعا أحاديث منسوبة إليهم كذبا وزورا تدعي أنهم هم اللي صنعوها وهي نظرية منقرضة وبائدة ولا وجود لها اليوم ولا يمكن تطبيقها ولا يحييها الجدل حول السقيفة والتاريخ كثير من الناس يصرفون أوقاتهم الغالية في هذا الجدل العقيم أن السقيفة سقيمة بني ساعدة كانت جيدة صحيحة أم كانت خطأ أم كانت فلتة أم كانت مثلا انقلابا على الإمام وما إلى ذلك قبل 1400 سنة بعد وفات رسول مباشرة هذا الجدل عقيم لا يسمي ولا يغني من جوع لذلك يجب أن نتعالى على هذا الجدل ولذلك علينا أن ننظر إلى واقعنا اليوم ونفكر بتطوير أنظمتنا السياسية المعاصرة حتى تكون أكثر ديمقراطية وأكثر شفافية وعدلا في بعض البلاد ديكتاتورية مطلقة ملكية مطلقة وراثية لا توجد فيها أي شورى ولا أي ديمقراطية ولكن بعض البلاد مثل العراق مثلا الحمد لله فيه نظام شبه ديمقراطي يعني دستوريا هو نظام ديمقراطي ولكن بالتطبيق هناك خلل وهناك مشاكل وهناك ثغرات أدت إلى فشل هذا النظام في تلبية حاجات الناس البسيطة الدواء الصحة التعليم الأمن هو أنجز يعني تم إنجاز أمور كثيرة في هذا النظام في ظل هذا النظام ولكن أيضا فيه سرقات وفيه نهب وفيه رشاوة وفيه اختلاس وفيه فساد كبير وهذا فساد جزء من الشعب بالحقيقة لا يمكن نلقي كل اللوم على الحكومة إذن فلابد أن نصوغ نظام ديمقراطي شفافا عادلا يعني عنده إدارة قوية حتى يلبي حاجات الناس الصحة الأمن الدواء التعليم النظافة في الشوارع وما إلا ذلك ونفترض ونفترض أن ما حصل في السقيفة سقيفة بن ساعدة كان انقلابا عسكريا على الإمام علي بنبي طالب نفترض ذلك فهل يستدعي ذلك لو كان هذا انقلاب مثلا أن نرفض مبدأ الشورى والديمقراطية اليوم أم نصر عليها نصر على الشورى والديمقراطية ولنفترض أن ما يجري في بعض البلاد المعاصرة التي تدعي الديمقراطية أنها ديمقراطية مزيفة مثل العراق مثلا لنفترض أن هذه ديمقراطية كلها كذب في كذب وديمقراطية مزيفة فهل يقودنا ذلك إذا أحنا آمننا بهذا الشيء هل يقودنا ذلك إلى رفض مبدأ الديمقراطية يعني شخص نجيب نجيب نظام عسكري أو نظام ملكي وراثي أو فوضى لا يوجد أمامنا إلا نظام الديمقراطي الذي يجب أن نرشده أم الإصرار على الديمقراطية والإصرار على محاربة التزييف والتلاعب والإنقلاب على الديمقراطية وماذا يوجد لدينا اليوم غير الخيار الديمقراطي هل يوجد لدينا أئمة معينون من قبل الله تعالى معصومون منصوص عليهم من السلالة العلاوية الحسينية لا يوجد لماذا نستسلم للعقد التاريخية ونغوص في الماضي السحيق ونتقاتل على ما حدث في التاريخ نعم ربما بعض الزيدية بعض الزيدية ولا أقول كلهم الآن يؤمنون بأنه الإمامة محصورة في البطنين في أبناء الحسن والحسين ولذلك هؤلاء هم القادة الشرعيون وهذا ما لا يؤمن به غالبية الشيعة اليوم ما يسمى بشيعة الاثنى عشرية لا يؤمنون باستمرار الإمامة في هذه السلالة فقط بالوراثة واحد من واحد هذه فكرتي باختصار وقد تعرضت إلى مناقشات ومداخلات وردود الأخ أبو عينين الصافي يقول تساؤلات فيها نظر لي سؤال ألا يوجد نظام سياسي إسلامي غير الإمامة الإلهية والشورى والديمقراطية والديكتاتورية فأجبته بما يلي اقرأ القرآن الكريم وانظر في أحاديث النبي الصحيحة المتواترة لا تجد فيها أي إشارة إلى الدستور والنظام السياسي وذلك لأن الإسلام ترك ذلك إلى العقل الإنساني والظروف المحيطة بكل مجتمع وهي ظروف متحركة في كل زمان ومكان فلذلك لم يضع نظاما سياسيا واحدا للبشرية إلى يوم القيامة وترك الأمر للناس لكي يختاروا ويتعاقدوا فيما بينهم على أي نظام يرونه يحقق العدالة والحرية والشورى وما إلى ذلك الأخ عزيز الدفاعي يقول الحكمة ظلت المؤمن أينما وجدها أخذها وهذه القاعدة الذهبية توجب علينا أن نبحث عن أي أفكار من شأنها تحقيق العدالة وتطوير المجتمع وتعديلها وفق مقتضيات خصوصية أي مجتمع وسماته في مرحلة ما وكلام جدا صحيح وفي مكانه الأخ هادي علي يقول نحتاج إلى أكثر من ألف سنة قادمة حتى نجد حلولا حول النظريات التالية أولا الإمامة ثانيا الديمقراطية ثالثا الشورى أو نجعل من الأنظمة والقوانين الموجودة حاليا وسيلة إلى الوصول إلى الغاية أو كما يقول الطرفان اليوم علينا تعديل الموروث والتاريخ الإسلامي من البداية إلى زمننا هذا دمت بخير وفي الحقيقة هو الكلام الأخير أنه علينا قراءة تراثنا من جديد بعيدا عن الموروثات الطائفية الأخ جليل بحرامي نية يقول كل طريق استخرج بها العدل فهي من شرع الله يعني يقصد ربما الديمقراطية يمكن تحقيق العدل عن طريق الديمقراطية فهي من شرع الله وله لم يوضح تماما الأخ نعيم كرم الله الحسان يقول قالب أو تابوت حديدي لقفل العقل وهي سبب تخلف العقل الشيعي وعدم مرونته لأنها قائمة على الوهم والكذب والغلوب ليت لهذه الأفكار نصير أو أنصار لشاع النور وانتحر الوهم شكرا يا أخ نعيم الأخ بسام الناصري يقول في تاريخنا المعاصر أمثلة كثيرة على تغير أنظمة الحكم من الديمقراطية إلى الديكتاتورية وبالعكس لم نحزن على نظام ولم نعادي نظاما فعليا فعلى سبيل المثال للحصر ثورة 1958 أسقطت نظاما ديمقراطيا ونحسبه كذلك ونعتقد لم يكن كذلك نظاما تابعا كان وعميلا ولم يكن صورة ديمقراطية كان نحسبه كذلك قياسا بالنظم التي تدعى الديمقراطية الآن وجاءت بنظام عسكري ديكتاتوري فلماذا لم نحزن على النظام الملكي الذي لم يأتي نظام لحكم العراق منذ ذلك الوقت وطبق الديمقراطية مثل ما طبقها على قدر إمكانية ذلك النظام وهكذا في الكثير من دول العربية والإسلامية إذا كان موضوع الإمام الحسين والبكاء عليه هو موضوع أنظمة وليس موضوع أشخاص وأنا أحب أن أضيف الموضوع لا موضوع أنظمة ولا موضوع أشخاص الموضوع استغلال موقف وقضية لأهداف حاليا غير معلنة ولكن فيما بعد وبعد أن تحقق أهدافها لا قدر الله ستؤلم بكل وضوح لماذا ولأجل من ركبت هذه الموجة يتكلم بصورة غامضة شوي يعني ما موضح كلامه على أي حال الأخ أسد حيدر التغلبي يقول في الحقيقة أن عقلك هو الفارغ من كل محتوى هو الوهمي لأنك تخالف ما أنزل الله عز وجل في كتابه الكريم يعني ما قابل كلامنا كل هذا فيصل الخالدي يرد عليه يقول أني قرأت القرآن ودققت فيه كل آية وسورة فلم أجد تلك الإمامة المزعومة من الأخوة الإمامية إنما وجدت بعض الآيات الدالة على المشورة وأخذ الآراء وهذه حكمة الله سبحانه أراد أن تكون المشاورة هي المبدأ الأساسي في اتخاذ أي قرار خصوصا في مسألة الحكم وأعتقد هذه هي الديمقراطية بحدي ذاتها الأخ متوكل محمد علي وهذا صديق قديم من أواصط الثمانينات عندما زرت السودان والتقيت به وتحاورنا وتباحتنا وكنت أحمل ذلك الأيام الفكر الإمامي وأدعو إليه ثم جاء إلى مدرستنا وقضى بعض السنوات أو الشهور هناك يقول حسن ظننا بالله وإيماننا بقيمومته جل وعلا ومعرفتنا بأنفسنا كل ذلك يدعونا إلى الكفر بكل الأوهام الأرضية والنظم الأهوائية ثم التعلق بالأمل في الله تعالى والتطلع إلى ما هو أبعد وأرفع من سفح هذه الدنيا الدنيا ولو كانت الإمامة كما تظن هي الإمرة والرئاسة لكفانا أن نستنسخ التجارب الغربية الناجحة في مجال الإدارة والعدالة والحقوق المدنية ولكن الأمر أكبر من ذلك وألاقة الأم المؤمنة هو كاتب المؤمنة أعتقد يقصد الأم المؤمنة بالإمام ألاقة كألاقته بالنبي توصله برب العالمين لكنك تخلط السياسة بالعقيدة وتهبط بالسماء إلى الأرض والأنك أنك تجحد بما استيقنته نفسك يوما ما يشير إلى تلك المرحلة قبل ثلاثين سنة عندما أنا ذهبت إلى السودان ودعوت إليه وربما شيعته أيضا واحد للذين شيعتهم في السودان قبل ثلاثين عاما أنا أقول له هذا بالطبط ما أعني به أنه مثالي وخيالي ووهمي لأنه بلا دليل ويقوم على أحاديث ضعيفة وموضوعة وأساطير كأسطورة تكلم الحجر الأسود مع الإمام علي بن الحسين والفصل بينه وبين عمه محمد بن الحنفية الذي دعا الإمامة وقيادة الشيعة بعد استشاد الإمام الحسين ولم يكن يعرف ما تقول عن الإمامة الإلهية ولو درست تاريخ الأئمة الاثنى عشر وكيفية قيام إمامة كل واحد منهم لم تجدها تقوم على أدلة شرعية كافية وإنما على إشارات ومعاجز أسطورية مدعات لهم ونصوص مختلف عليها فيما بين الأبنائهم والشيعة نفسهم وقد بحثت كل ذلك بالتفصيل في كتابي التشيء السياسي والتشيء الديني الذي قلت فيه أيضا بأن نظرية الإمامة الوهمية المثالية الخيالية وصلت إلى طريق المسدود وانقرضت وبادت ولا وجود لها اليوم وفي نقطة أخرى أحب أضيفها أيضا أنه يقول أنت تخلط بين الإمامة والسياسة وبين الدين بين العقيدة وبين الدين تخلط السياسة بالعقيدة في الحقيقة نؤمن بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا وحي بعده ولا رجلا يوحى له من الله بعد النبي محمد فلا يوجد شيء اسمه إمامة إلهية مثل النبوة أو تشبه النبوة أو امتداد النبوة كل هذا كلام وهمي كلام خيالي كلام مغالي وليس له حقيقة وإنما الحديث الذي كان بين المسلمين حوله السياسة أنه النبوة اكتملت وخلصت وانقطعت ولا توجد أي تكملة لها إنما الحديث أنه كيف نطبق هذا الدين نطبق الدين بالسياسة بالإمامة بالحكوم بالزعامة فمن هو الزعيم وكيف ننتخل بالزعيم الإمام السياسي هل يجب أن أيضا الله ينص عليه ويعينه لنا مثل ما عين الأنبياء أم هذا أمر متروك للناس هذا ما أقوله لنترك أنا ما أخلط بين العقيدة والسياسة إنما بعض الأخوة بالحقيقة ومنهم الأخ متوكل يبدو عليه ويخلط بين شيئين وهذا حتى في حلقة سابقة لا تذكرون في نقاشي مع إدريس هاني الكاتب المغربي إدريس هاني أنه هو يخلط بين الإمامة والسياسة ويفصل بين أشياء أخرى ففي الحقيقة مسألة الإمامة الإلهية اللي مثل النبوة نص النبوة ربع نبوة امتداد النبوة هذا شيء غير صحيح أبدا ويجب أن يعني هذا بدع أو هذا الشيء يعني يناقض الدين يناقض الإسلام إنما حديثنا كله وحديث المسلمين عبر التاريخ حديث وجدل الإمامية مع الآخرين كله كان يدور حول النظام السياسي حول من هو الحاكم ما هي مواصفات الحاكم كيف ننتخب الحاكم وما إلا ذلك الأخم التوكل يقول للأسف الأحاديث الضعيفة هي كل ما لا يتوافق مع مزاجك ومزاجك يقول أنت كل شيء ما يعجبك تقولها حديث ضعيف ولكن المعتقدات لا تثبت بالأحاديث وإلا فأثبت لنا التوحيد والنبوة بالأحاديث الصحيحة أنا أجيبه وأقول له صحيح العقيدة لا أنا أتفق معك فيها النقطة العقيدة لا تثبت بالأحاديث وإنما تثبت فقط بالقرآن الكريم فهل توجد آيات صريحة على الإمام الإلهي وعلى تفاصيلها أم أنها تقوم على ما تسميه الأحاديث الصحيحة أنت تسميه أحاديث صحيحة وأين هي تلك الأحاديث أعطيني إياها لقد ناقضت نفسك بنفسك يا أخي العزيز متوكل وأتمنى أن أراك في يوم من الأيام إن شاء الله الأخ الأخ متوكل مرة أخرى هو قال بأنني جحدت ما استيقنته سابقا في رسالتي السابقة قال بأني أنا أحمد الكاتب جحدت أو الآن أجحد ما كنت أستيقنه سابقا عزيزي أخ متوكل إنني لا أجحد ما استيقنته سابقا الجحد يعني أنت تعرف شيء وتؤمن بي ولكنك تنكره بلسانك هاي سمو الجحد ولكني درست ما كنت أعتقد به بصورة أعمق وأكثر ألمية وبصورة شاملة فوجدت أن نظرية الإمامة تقوم على مجموعة أساطير لا علاقة لها بأهل البيت وقد ابتدأت بالبحث في موضوع وجود الإمام الثاني عشر المفترض محمد بن حسن العسكري فوجدت أن علماء الشيعة الاثنى عشرية السابقين أي مشايخ الطائفة يقولون بأن الأدلة التاريخية على ولادته ولادة الإمام الثاني عشر ووجوده ضعيفة ومختلقة وكذلك الأحاديث الروائية ليروها أيضا أحاديثهم يقولون هذا أحاديث غير صحيحة وسيد كمال حيدري قام بدراستها من جديد واكتشف أنها أحاديث يعني كلها ضعيفة وغير السيد كمال حيدري أيضا أكدوا أن هذه الأحاديث كلها مختلقة وأن الدليل الأقوى والأكبر هو والأول هو الدليل العقلي ما يسمونه بالدليل العقلي ما يطلقون عليه الدليل العقلي أي نظرية الإمامة بتفاصيل معينة دقيقة لو توقفت عند أحدها لما توصلت إلى ما يريدون كحديث الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين وهو ليس آية قرآنية ولا حديث نبويا ولا حديثا ثابتا عن أهل البيت وإنما هو شعار سياسي مشكوكم فيه ولم يعترف به قطاع كبير ومحترم من الشيعة وهم التيار الفطحي فطحية تيار إمامي مستمر كان لم يعترف بهذا الشرط ولا إذا توفى الإمامة ما عنده ولد روح الأخو مو مشكلة يعني تكون الإمامة في أخوين ورأيت علماء الشيعة يقولون إما أن تسلم بوجود ذلك الولد المفترض وتقول أنه ولد وأنه إمام وأنه غائب وأنه سيظهر في المستقبل وأنه المهدي منتظر وإما أن تكفر بنظرية الإمامة إذا ما أمنت بدون دليل طبعا إذا ما أمنت ما غمضت عينك وأمنت بهذا الإنسان فلازم تأيدي النظر في نظرية الإمامة تكفر بها من جديد وقد قمت بتقبل هذا التحدي وقمت بدراسة نظرية الإمامة من جديد فوجدتها لا علاقة لها بأهل البيت ولا بأقوالهم الظاهرة ولا سيرتهم التاريخية وإنما هي نظرية سرية باطنية مختلقة مثالية وهمية خيالية واجهت عقبات كأداء لدى ولادتها في القرن الثاني الهجري ووصلت إلى طريق المسدود في منتصف القرن الثالث الهجري وانتهت وبادت وكما أتذكر أنك يا أخ متوكل كنت قريبا مني أثناء عملية البحث في حوزة القائم عندما كنت أقوم بهذه الأبحاث والدراسات ولو أعدت النظر بهذه النظرية من جديد وبعمق وشمولية لكتشفت وهميتها وأسطوريتها وانقراضها وتخلي شيعة عنها اليوم عمليا في العراق وإيران ولبنان وسوريا وكل مكان هذه نظريها غير قابلة للتطبيق أدنى الأخ مازن شيخة يقول أحسنت النشر أستاذ أحمد وبارك الله بجهودك لتوحيد الأمة أخ محمد خير منصور يقول ولماذا تدعي أستاذ أحمد أو تدعو أستاذ أحمد إلى الديمقراطية وأنت كعالم تعلم تمام المعرفة أن النظام الديمقراطي نظام كفر هذا ألطف من متوكل بعد فأجبته باختصار هذا ما يقوله الوهابيون والدواعش وحزب التحرير وإلا فإن الديمقراطية ليست كفرا ولا ألحادا وإنما هي تطبيق لمبدأ الشورى الإسلامي وليس بالضرورة أن نأخذ الديمقراطية بكل تفاصيلها في الغرب وكل بلد غربي عنده نظام خاص للديمقراطية لا يوجد نموذج واحد علماني ومعادي للدين كالنظام الفرنسي مثلا لا نظام الديمقراطي بريطاني يستوعب الكنيسة ويؤمن بالكنيسة ويلتزم بقوانين القوانين المسيحية مثلا ضمن الإطار المسيحي فمو بالضرورة إذا أحنا يعني دعونا إلى الديمقراطية يعني معناته كفر هذا كلام يعني أنت تدعيه وتفترض عنني أقول ذلك علي حال نتيجة هذا البحث كله هو أنه عندنا الآن أنظمة ديكتاتورية عسكرية تقوم بأعمال مثلا مثل السودان مثلا يقوم بانتخابات سورية أو أحزاب شكلية ولكن الرئيسها لتقريبا 30 سنة يحكم بدون تغيير وهناك أنظمة ملكية وراثية صريحة لا تدعيه الديمقراطية ولا تدعيه الرجوع للشعب نهائيا وهناك أنظمة تقول نحن ديمقراطيون أو نؤمن بالديمقراطية وتجري انتخابات انتخابات رئاسية انتخابات برلمانية انتخابات كذا ولكنها قد تكون لدى التطبيق فيها بعض الثغرات فيها بعض المشاكل في بعض التزوير يحصل مثلا أو بعض القوانين المضادة للديمقراطية هذا أيضا صحيح فإذا يجب علينا الآن جميعا مسلمين ومواطنين أن نعزز أنظمتنا الديمقراطية حتى تكون أنظمة حيوية ومعبرة عن إرادة الأمة وقادرة على حل مشاكل الأمة بلى الغوص العميق في التاريخ السحيق وإجترار الجدل العقيم حول أن الشورى كانت صحيحة ولا لا في السقيفة ماذا يهمنا هذه الأيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألاحظ إذا كان في بعض الملاحظات والتعقيبات الأخرى هنا عدنا ترغذة ساعدي تقول هل كان إبراهيم يعرف من أنه إمام إبراهيم نبي وكان قدوة الإمامة بها معاني عديدة والإمامة لإبراهيم القدوة والمثالية وليست الحكم نحن نتحدث عن نظام الحكم الأخ حسن نور الدين يقول الديمقراطية مع سلبياتها هي أفضل مما توصل إليه العقل البشري أحسنت الأخ فرات علي يقول زادك الله هدن وعلمه وبرك الله في جهدك الأخ حسن شالوس يقول بس أعتقد الشيعة حينما يقولون بالنظرية الإمامة هو لأخذ الأحكام الشرعية والروايات عن طريق الأئمة حصراً وليس للحكم السياسي أليس كذلك هو هذا جزء من عنده ولكن الآن الشيعة يأخذون الأحكام 99% أو أكثر من ذلك من المراجع المراجع يجتهدون فليس لهم أئمة من الله حتى يعطوهم مسائل شرعية 4-5 مسائل 10 مسائل 20 مسائل أكثر شيء اللي وردت عن أئمة أهل البيت والبقية الآن شوفوا الموسوعات الضخمة كلها اجتهادات علمانة فإذن لا تقوم على نظرية الإمامة وبالحقيقة يمكن أن نقول أن الشيعة اليوم شيعة مرجعية ليس شيعة إمامية المراجعهم يحتلون دوراً آخر مكان الأئمة أو شيعة ديمقراطيين بالسياسة بالفقه والمسائل شيعة مرجعية وهي طائفة جديدة صارت عندما بدأ العلماء يجتهدون ويعني يقولون حدرج يقول من باب التيقن ما هو الدليل بأن التشريع يأتي من القرآن فقط وليس من السيرة والروايات الصحيحة أيضاً التشريع يأتي من القرآن ومن السنة النبوية ومن العقل والمصالح العامة على محفوظ يسأل سؤال ما عرف شنه هدفه يعني يقول هل أنت مسلم يعني إذا بحثنا موضوع الإمامة يعني واحد راح يكفر نحن نؤمن بالله تعالى نؤمن باليوم الآخر نؤمن بالنبوة والأنبياء نؤمن بالقرآن الكريم ونقول أن القرآن لا يحتوي على نظام سياسي على دستور وأن الإسلام ترك ذلك للناس إلينا لكي نحن نقوم بدورنا ونطور أنظمتنا ونتعاقد اجتماعياً وإذا شفنا فرصيغة معينة فاشلة نحاول نصلحها نغيرها نبدلها نطورها نرشدها ولكن لا نبتعد عن مبدأ الشورى لأن هذا مبدأ عقلي ومبدأ قرآني أيضاً محمد حضر جداك سأل السؤال الأول وعلاء محفوظ سأل السؤال الثاني ولا أدري إذا كانت هناك بعض أسئلة أخرى أحاول باختصار أن أطلع عليها إذا أمكنني ذلك وأكون لكم من الشاكرين إذا تابعتونا إن شاء الله في حلقات أخرى في أدنى صفحة الآن مفتوحة أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب إذا عدتكم أسئلة ضعوها هناك في هذه الصفحة وسأحاول الإجابة عليها أيضاً إن شاء الله الأخ محمد حضر جقول كنت أقصد العقيدة وليس التشريع عذراً العقيدة طعم فقط من القرآن وليس من الأحاديث نهائياً أحاديث فيها ظنية وما عندنا أحاديث متواترة في العقيدة أحاديث كلها ظنية فالعقيدة فقط من القرآن فقط وفقط أما بقية الأمور مسائل قد تكون فقهية أو مسائل عرفية سياسية اجتماعية مدنية هذه الأمور العقلاء يجتمعون في أي بلد ويقرروها ويقننون فيها شكراً إذن جزيلاً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى وإلى اللقاء